كمان من الحاجات المهمة جداً بقى وهي متعلقة بدور السوبر الإفريقي ملف دور السوبر هو حوالي 15 ورقة ملف دور السوبر الإفريقي 15 ورقة النهاردة بس هنستعرض ورقتين مهمين جداً بخصوص ملف دور السوبر لأنه خلاص يوم 10-8 هيتم اعتماده في الجماعية العمومية في تنزانيا خلال الفترة اللي جاية وهيتطبق بشكل رسمي في 28-23 وبالتالي في ملامح من دور السوبر النهاردة هننفرد بيها ونعرضها لكل السادة المشاهدين قدامكم على الشاشة ده الأمر المتعلق ببعض البطلات اللي هيتم تنظمها على هامش دور السوبر الملفات دي دي ملفات لأول مرة تتعرض على الشاشة لكل السادة المشاهدين عشان يعرفوا الفترة الجاية الكرة الإفريقية ماذا هيحصل فيها دور السوبر هيبقى لينظام دي مسابقة جديدة هتبقى دور أبطال إفريقيا بالشكل الجديد اللي هيتنظم الفترة الجاية دور الاربعة وستين دور الاتمين وتلاتين دور الستاشر دور التمانية السيمي فاينال والفاينال دوري أبطال إفريقيا بنظامه ده هيبقى دي بطولة مستحدثة مختلفة تماماً عن دوري أبطال إفريقيا اللي اتنظم فيه السنوات السابقة ويكون اسمها نيو كاف شامبونز كاب هتبقى البطولة الجديدة لدوري أو لدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة اللي جاي الورقة التانية كمال اللي هنستعرضها معاكم ده اللايسنز الرخص أو المعايير اللي بنتكلم عليها بخصوص دوري السوبر الإفريقي اللي هيتم تنظيمه فيه الفترة اللي جاي قدامكم ده هنا بنتكلم على معيار مهم جداً واو معيار لازم يكون عندك فريق كرة نسائية إذن الجزء المتعلق بمعيار فريق الكرة النسائية عشان تلعب دوري السوبر لازم تطبق المعيار ده وفي نفس الوقت عشان تلعب ويبقى معاك رخصة الأندية المحترفة لازم كمان يكون عندك فريق كرة نسائية الملف ده أنا النهاردة بس حبيت أطلع منه ورقتين أو بندين مهمين جداً هنستعرض باقي الملف في الحلقات اللي جاية لكن بما إن الاتحاد الإفريقي عمل النهاردة ورشة عمل وابتدأ يتكلم على الترتيبات الخاصة برخص الأندية المحترفة فحبيت أربط ما بين التطورات اللي هتحصل على رخص الأندية المحترفة وهتبقى إزاي عبر سيستم أولاين ونتكلم على دور السوبر بالنظام اللي انتوا شايفينه دور السوبر على فكرة هيتم المشاركة فيه بالنظام الجغرافي ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها 8 أندية هيبقى في النهاية 24 نادي كل مجموعة فيها 8 أندية يصعد أول 5 وبالتالي يبقى 15 نادي 6 أفضل 6 في الثلاث مجموعات هو اللي هيكمل الشكله يبقى 16 ونبدأ مرحلة دور الستاشر بنظام النك أوت طب مرحلة المجموعات نا بنتكلم موجود 8 أندية 8 أندية يعني هيتلعب 14 مباراة 7 على أرضك و7 خارج أرضك الأعلى النقاط من الـ 14 في الخمس أندية هو اللي هتأهل لدور الستاشر طب هل الأندية اللي هتشارك في دور السوبر هي هي بتاعت كل مرة لا دور السوبر الإفريقية يبقى بنظام الصعود والهبوط بس هبوط مين آخر 3 3 أندية في المركز الثامن في المجموعات الثلاثة هم اللي هايهبطوا ويصعد مين الثلاثة اللي هايصعدوا اللي هيشاركوا واللي هيفوزوا بالبطلات الأخرى دور الأبطال وكاس الكونفيدرالية طيب دور السوبر بعد ما نتكلم على الصعود 16 نادي من المباراة دور الستاشر حتى المباراة النهية هتبقى بنظام النك أوت خروج المغلوب على طول مباراة على أرضك مباراة خارج أرضك نفس نظام دور الثمانية والسيميفاينال والفاينال الحالي في دور أبطال إفريقيا الملف ده مهم جدا وكان لازم النهاردة مع بدء ورشة العمل نشرح تفاصيل متعلقة بهذا الملف لسه في تفاصيل تانية ولسه في ورق من هذا الملف إن شاء الله نشرحه تباعا في الحلقات اللي جاية لأن الكلام ده مهم جدا لازم جمهور القرى المصرية يعرف الخريطة الفترة جاء اللي هيحصل فيها لأن اللي بيحصل حاليا على المستوى الإداري داخل اتحاد الكورة مع ملفات رخيص الأندية والميزانيات وعقود اللعيبة والمستحقات والقضايا اللي في الفيفا أو في الكاس كل ده لازم يغلق ويتقفل عليه لأن الوضع هيختلف تماما ابتداءا من شهر تمانية عشرين تلاتة وعشرين